فعايز ما احنا منشغلين بتجهيزات رمضان لكن عندنا النهاردة يوم مهم جدا هو يوم عيد الام كل سنة وكل ام طيبة وبخير هنحطر معاها النهاردة طرطة جميلة جدا وسهلة وبسيطة بالسبونش الجاهز عشان نقول لكل امهاتنا كل سنة هم طيبين نسمي الله ونبدأ الوصفة واتمنى لو اول مرة تشوف القناة تعملوا فيها كده جولة واذن الله كل الفيديوهات تعجبكم وتعملوا اشتراك في القناة اول حاجة انا جبت 6 بيضات بدرجة حرارة الغرفة وحطيت عليهم زرف من الفانيليا او ممكن تستبدليها بمعلقة صغيرة من الفانيليا السعيلة وبعد كده عضيف لها بودرة السبونش الجاهز الشوكولاتة نص كيلو او 500 جران وبعد كده عضيف نص كباية من الميا ميا عادية خالص من الحلفية مستخنة ولا سقعة من الفلتر عادي جدا ودي بتكون المقادير الستة بتاعة دقيق السبونش يعني ربع كيلو بياخد 3 بيضات وربع كباية ميا فاستخدمت 6 بيضات مع نص كباية ميا ومعلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة صغيرة من محسن الكيك اللي احنا مشتري من المستلزمات الحلوانية لو مش متوفر بيش مشكلة لاني اصلا الدقيق دوت بيكون متوفر في كل حاجة الفانيليا محسن الكيك لكن انا ضفته هنا علشان احصل على افضل نسيجة ونبقى 180 اني كيكة بتكون هشة زي اللي احنا بنشتريها مبارد انا هنا بقى عملت غلطة المفروض كده كنت ضرفت البيض الاول علشان لما يجي اعجينه بالعجان او بالمطرب الكهرابي ما ينطرش ويبهدله الرخامة فوقفته وابتديت كده اللي انا اخد الحواب بتاعته وبعد كده اشتغلت تاني بالعجان لحد بقى ما حصلت على القوام المناسب وكل المكونات انتزكت مع بعضها جبت هنا صاق 30 فاربعين وغلفته كده بورق الزبدة حطيت ورق الزبدة من تحت وده خطوة مهمة علشان ما يلزقش منك ابتديت اللي انا اوزع كده خليط السبونج اللي هو النص كيلو ومهم اللي احنا كده بالسباتشولا او بالمعلقة اللي احنا نسويه كويس كده علشان ما يتبقاش في حتة طلع وحتة نزلة وبعد ما نتخلص بنمسك كده الصاج وبنخبطه كده خفطتين قويين على الرخامة علشان تطلع فقعات الهوى اللي احنا شايفينها كده علشان احنا لو سويناه زي ما هو كده هيكون فيه كده فقعات او فراغات لما يجي يستوى لو الرخامة بتاعتك مش مستحملة فعمليه على الارض كده خفطتين قويين زي ما انت شايفة كده بتطلع لك فقعات الهوى في الوقت ده بتكوني مشغل الفرن ع درجة حرارة متين هيقعد معيك بالزبط 10 دقايق ربع ساعة بالكتير مش بياخد منك وقت خلي بالك عشان ما يتحرقش وفي الوقت اللي كيك هيستوى فيها حضر الكريمة انا استخدمت هنا نوع الكريمة ده والنوع ده كويس جدا كريمة نباتي حلوة جدا بتكون غير محلية وبجد نتجتها بتكون هايلة زي الكريمات بالزبط وزي التورتات اللي احنا بنشتريها من برا لو النوع ده مش متوفرة عندنا نقدر نستخدم اي نوع تاني زي المراعي او الجهينة ممكن كمان نستبدله بكريم شانطي وطبعا الكريم الشانطي هنا بنشتري من المستلزمات الحالواني اللي هو بيكون غير محلة واحنا بنضربه بمية متلجة وكمان بنص كباية من السكر البودر ما ينفعش اللي احنا نشتري الكياس اللي هي بتكون جاهزة من السوبر ماركت ونعمل بيها التورتات لانها بتكون باينة جدا ويعني مش اصلا لما تيج تضربيها مش هتديك اي نتيجة فأنتي بتروح لمستلزمات الحالواني بتشتري منه ربع كيلو مثلا على قد التورتاية وربع كيلو من كريم شانطي ده بيقعد كتير يعني بيكون اوفر كمان من الكريمة بيقعد معنا فترة كبيرة بنضربه بمية متلجة ونص كباية من السكر البودر انا هنا الكريمة الخافق اللي لمستخدميها طبعا مش عليها سكر استخدمت لها نص كباية من السكر البودر ما يفعش السكر اللي هو الحبيبات عشان هيخرز معنا وكل ما تضربيها كل مقاومها هيتماسك زي ما انت شايفة كده وتعرفي منين انها باقت جاهزة معاكي لما تمسك الطبق وتقلبه كده بتتقلب معاكي من غير مطوعة يبقى كده شكلها عامل زي الرغوة بتاعت الصابون كده او الشامبو فهي كده تبقى تمام مظبوطة معاكي وجهزة للاستخدام لو انت عايزة تشديها شوية وهتستخدميها بيضة يبقى اضف لها معلقة صغيرة من جناشر شوكولاتة الابيض انا هنا هستخدمها هعمل كريمة شوكولاتة فاضفت لها معلقة صغيرة من جناشر شوكولاتة وعلشان نحضر جناشر شوكولاتة استخدمت هنا شوكولاتة سما وزي من افضل انواع اللي انا بفضلها لانها بتكون طعمها حلو جدا وحتى كده بتكون لمها من غير اضافة زيت او اي حاجة علشان نحضرها هنجيب قالب اللي هو الربع كيلو وهنضيف له ربع كوباية من اللبن السافن وهنقلبه مع بعض لحد من الشوكولاتة تضوب خالص ممكن كمان اللي احنا نحطها في الميكرويف لحد ما تسيح معنا بعد كده هناخد منها معلقتين كبار هنضيفها على الكريمة علشان نلونها وكمان هتلاقي الكريمة شدت معانا وتمسكت اكتر علشان كمان احصل على لون احسن يعني لون الابضل يبقى اللون مبني كده غامق وكمان طعمه حلو جبت هنا كيس من جيلي الشوكولاتة الجيلي ده برضو بيشتري من عند مستلزمات الحلواني الكيس ب27 جنيه وبيفضل معاك فترة طويلة جدا انت تغذي منه معلقتين بس وبتحطيه كده على البارد يعني من غير منسخن او اي حاجة لان الجيلي الشوكولاتة ده بنستخدمه للتلميع وتزيين بعد كده في الجاتوهات او الترطات لأ انا خدت منه معلقتين كده على البارد طفتهم على الكريمة مع المعلقتين الكبار من جنيه الشوكولاتة فرقت معايا جدا شدت معايا كده الكريمة وخلتها متماسكة وطبعا غيرت لونها وخلت ايه لونها كده اا لون بني طيب احنا ممكن نستبدلها ونستخدم من نوتيلة لأ مش هينفع لحنا نحط بعلاقة منه من نوتيلة النوتيلة هنا هتكون للطعم بس لكن مش هتدينا اللون البني ونش هتحاول الكريمة للون بني كمان بدل كل دوت لو عندنا كاكاو خام نوع كوي زي كاكاو الخام الأسباني نحط منه معلقة كبيرة وبيضبط برضو جدا معنا وبعد ما خلصت الكريمة ركعتها التلاجة عشان تتماسك اكتر الصاج قعد معي بالضبط 10 دقايق طلعته وسلكت كده وراء الزبدة من عليه وقشرت الطبقة الاولادية وبعد كده ما كانش متوفر عندي القطاعة مقاس 24 فجبت القاعدة بتاعت الترطة اللي انا اصلا نحطها عليها مقاس 24 الصاج 30 في 40 طلع معي بالضبط كده 3 رقات منهم راء اللي هو فيهم الحواب بتاعت الصاج وفيش اي مشكلة بتكون متكسرة كده كده نحطها في النص وهتدارة كده بالكريمة جبت بقى حتى كده من الكريمة حطيتها في البداية علشان أثبت عليها الترطة وحطيتها تانية على قاعدة مقاس 26 يعني لازم القاعدة بتاعتها تكون اكبر درقتين عشان الترطة يتكون في النص جبتت كده أول طبقة من الكيك وسيتها كده بقى السير�가 او ممكن بنص كبايا من الحليب او ربا كبايا من الحليب هنحط عليها معلقة صغير لان النسكة فيه ومعلقة صغيرها من السكر البيوتر وهنسقي بها كده الترطة هوي علشان تطلع معينته ذات الصاجة اثن الان كيسبي بتاع الشوكلاتة المني كريسبي الشوكولاتة وكمان معلقة صغيرها من الجلي الشوكلاتة او الاعطاة اللى حسب المتوفر عندك كل الحاجات دي بتخلي التورتوية غنية جدا كأننا كده شغيانها من برا ولا بياخد قطعة بيلاقي فيها الكراسبي او بيلاقي فيها النطلة بجد تبقى تحفة جدا بعد كده حطيت الرائد تاني والرائد تاني كان كده فيه جزء متكسر ما فيش اي مشكلة زي ما قلتلك اي حاجة متكسرة بتحطيها في النص وما فيش اي مشكلة بتدارى بعد كده بالكريمة بعد ما خلصت تجليس الكريمة جبت هنا كراسبي الشوكولاتة وحطيته كده على نص التورتوية يعني اسمتها كده لنصين نص احطي عليه الكريزبي الشوكولاتة والنص التاني حطيت عليه رشة من جيلي الشوكولاتة وابتديت كده اللي انا باللس باسيولا او بالمعلقة ان انا اعمله كده خطوط عشان يديني كده شكل عشوائي يديني شكل حلو ودي كده كانت فكرة بسيطة للتزوية وجبت كمان كرات الشوكولاتة حطيتها كده في النص زي خط ما بين الكريزبي وما بين جيلي الشوكولاتة عشان يديني شكل مختلف وجبت كمان هنا ورق الترانسفير بتاع القلوبة وحطيت كده في الآخر وده كان شكل التورتوية اتمنى ان التورتوية البسيطة دي تكون عجبتكم نهاردة وتهدو بها كده كل حبيبكم كل سنة ونتوا طيبين ما تنسوش تدوسوا لي لايك وتسيبوا لي تعليق ايجابي